بعد انتهاء هدنة العيد تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع تقارير أفادت بأن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط درفور وهاجمت عدة مواقع حيوية بالمدينة هذا وتجددت الاشتباكات في عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان بعد انتهاء الهدنة التي أعلن عنها الجيش وقوات الدعم السريع فيما حلقت طائرات الجيش في مناطق متفرقة من العاصمة وهزت الغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات أجزاء من الخرطوم بالتزامن أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها توسطت في إطلاق صراح 125 جنديا سودانيا احتجزتهم قوات الدعم السريع وقالت اللجنة إن إطلاق صراح الجنود الذي تم الأربعاء جاء بناء على طلب من طرفين زاعة يأتي ذلك فيما أعلن والي شمال درفور نمر محمد عبد الرحمن الاتفاق على وقف القتال في الولاية من أدراف عديدة وجلسنا مع بعضنا من إدارات أهلية ومنظمات مجتمع مدني والشرطة والشباب والاتحادات النسائية وكوننا لجنة من أجل وقف القتال في ميلاد شمال درفور ونجاحنا واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا